كصفير الرياح أو أبعد هدوء الأشباح ما قبل هبوب العواصف في المساكن العمالية لحي هنانو بمدينة حلب وليست كما تغنى محمود درويش بزهر اللوز أو أبعد وكأن البعد والتهجير حجة لسلب حقوق أصحاب الممتلكات العاصفة الأولى كانت عام 2013 عندما شنت قوات الأسد حملة قصف واسعة خلفت هذا الدمار الهائل نتيجة الأسلحة العشوائية والمحرمة دوليا لتتبعها عاصفة التهجير لأهالي المنطقة إما إلى ريف حلب أو خارج سوريا لتخلو البيوت من سكانها الناس الذين عادوا إلى بيوتهم عام 2016 لم يسمح لهم الشبيحة بإعادة ترميمها إلا ممن كان محسوبا على الأفرع الأمنية والمكاتب الحزبية لتستغل الميليشيات الإيرانية ظروف الحالية وتحول مسجد عروى البارقي إلى مركز التشيع ويصبح من أهم المراكز التي تقيم به الميليشيات فعالياتها الدينية عاصفة إيران التي كانت سببا رئيسي لتفكك اجتماعي يرصدها تلفزيون سوريا من مصادره الخاصة أكثر من 190 عائلة جديدة من منطقة كافرية والفوع أو من يعمل مع ميليشياته وتتخذ سكن المهجرين مستقرا دائما لهم المساكن العمالية في حي مساكن هانانو تتحول إلى ثقنة إيرانية بامتياز في تحدي صارخ لمن خرج في وجه النظام وشارك في ثورتها فهل تكون نهاية العواصف بالنسبة لهم أم أن المقبلة أعظم